تصوير الفوتوغرافي بأنه تقنية تسجيل صورة كائمة من خلال الضوء أو الأشعاع على مادة حساسة للضوء ومع التطور الإلكتروني الذي شهدته مختلف المجالات تطور فن التصوير الفوتوغرافي وصرنا اليوم نتكلم عن الكاميرات الرقمية عالية الجودة والتي يستخدمها الهوات والمحترفون على حد سواء وفي ظل هذا التطور بات التساؤل حول معايير التفريق بين الهوات والمحترفين ملحن لا سيما مع انفتاح الفنون البصرية عموما على التكنولوجيا واستخدامها في هذه الصناعة الإبداعية وللحديث أكثر مشاهدين الكرام معنا المصور المصري العالمي خالد أبو الدهب طبعا في ضيافة يوم جديد معنا في داخل الاستوديو لكن نبدأ مع الحوار بعد أن نتعرف على ضيفنا أكثر على ممكن إنجازات الجوائز التي حصل عليها حتى المعارض التي أقامها من خلال هذا الفيلر أو هذا التقرير موسيقى 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 إذن تفاصيل أكثر مشاهدين الكرام عن فن التصوير والفرق ما بين مصور بروفيشنل ومصور هاوي ونتحدث أيضا عن مشوار التصوير مع المصور المصري العالمي خالد أبو الدهب وإنجازاته وجوائزه والمعارض اللي يشارك بيها صباح الخير صباح الخير شكلك مختلف في فترات زمنية كان شكلك مختلف بغاية أنت تطورت أيضا مع كلنا لازم نتطور أهلا وسهلا بك بالبداية خالد أكيد رح نحكي عن الصور اللي مرقوا معنا ولكن بالبداية بنا نحكي عن الجوائز أكتر اللي حصلت عليها أخيرا كان جائزة التسامح فخبرنا أكتر عن هذا الموضوع والله كان أنت عارف العام اللي فات كان في الإمارات كان عام التسامح وحصل كذا فعالية في هذا العام يعني اختتمت بمسابقة كبيرة للتصوير بتنظيم مع جريدة البيان والحمد لله كان عندي الحظ أن أنا أفوز بالمركز الأول كان فيه صورة اتعملت يعني لنحن نعكس معنى التسامح سواء كان بين الأديان أو حتى بين العرق أو كده والحمد لله توفقت فيها ودي تعتبر أول جائزة عربية أخدها في حياتي أول جائزة عربية أنت حصلت على جوائزة عالمية وهذه هو الجائزة عربية يعني كل جوائزة اللي عندي كانت من بره البلاد العربية طيب نتحدث عنها أكيد يا خالد لكن التكنولوجيا تطورت طبع شركات الكاميرات نفسهم يمكن أن يكون كانوا وغيرها من الشركات تنافس بما بينهم طيب شركات الهاتف النقال أنت تعرف أيضا صارت تنافس بما بينها تخلي هاتف عندها كاميرات احترافية لكن يبقى اعتقد فرق بين مصور احترافي ومصور هاوي رغم تطور الكاميرات أكيد كيف نحس هذا الفرق؟ كيف نلمس هذا الفرق؟ بص هو الفرق في حاجتين في العلم وفي الممارسة يعني المصور الهاوي بيحب التصوير راح اشترى كاميرا شاف على اليوتيوب شاف صحابه وراح مع جميعه وصور وابتدى بشكل شوية عشوائي يخش في موضوع التصوير وصور محترفي إما تطرى أنه هو يتعلم في استوديو تحت إيد مصور من سفر أو درس تصوير وابتدى ينزل يحتك ويمارس يعني ده الفرق بس النهاردة في زل تطور اللي حاصل وحماسة التصوير عند كل الفئات وحتى يعني يمكن والدي والدك وكل الناس البايرانس كلهم بيبعزين معهم كاميرا فأصبح التصوير الفتغرافي المحترف مش حكرا على المصورين لماذا؟ إن المصور الهاوي عايز ياخد صورة زي ما شافعها عنه هو ده التصوير محترف في بالك إنك بمنتهى البساطة تاخد صورة زي ما انت شايفاها عنك ده مش سهل محتاج إنفو ومحتاج تدريب والنهاردة وصل الموضوع كمان في الموبايلات يعني إحنا عندنا كورسيز بعمل كورسيز للتصوير بالموبايلات أهمية الموضوع أنه فيها كمان بقى فيها أبشنز زي كاميرات محترفة فلو أنت فاهم تصوير هتعرف تصور بموبايل كويس صحيح يعني ده كده في الكالتاني الهواتف الذكية يمكن صاري يصورون بيصورون بيصورون بيها حتى أفلام بالمناسب بالصورة مصورة لا والله طب حل أحب أن ترى صورك خلص فإذا أنا بصورك وأنت بتصور نهيك نستخدم من بعض عددك تحب تتصور أكتر ما تصوري صح لك تحب لتنين يعني مع بعض طب إذا بنا نحكي أكتر عن التصوير يعني في كتير أشخاص بيقولوا أن التصوير مهنة سهلة يعني بس تحمل كاميرا وبتصور بيطلع معك صورة ولكن خلينا نشرح لهم أكتر أنه نحكي أكتر مثلا أنه أهمية الإضاءة أهمية اللوكيشن أهمية كل هيدا العناصر اللي بتكون موجودة فنطلع نحنا هيدا الصورة بوسي هو الفكرة التصوير زي أي مهنة يعني مثلا بايدويا أنا في الأساس مهندس ميكانيكا باور فينفع مثلا أنا عايز أعطانك لتب أجيب كتاب وأشوف يوتيوب وأقول لك أنا ممكن أعملك عملية قلب مفتوح لا مستحيل بيعملوا ليه في التصوير كده التصوير مهنة ليها دراستها وليها الاحتكاك بتاعها بس عشان توافر فكرة إن هي بقت متاحة وبقت ترند وبقت موضة وفكرة إن أنت تدوس على الزرار تلاقي الصورة فده سهل شوية الموضوع لكن الموضوع محتاج دراسة ومحتاج كمان أصلا أنت تشوف من غير كاميرا الأول يعني أنت لازم تشهد على السنسس بتاعتك الحواس بتاعتك المهارات بتاعتك تعرف تشوف الأول وبعدين لما تشوف تعرف تعبر بقى عن طريق الجزء بتاع الكاميرا أو إن كان إضاءة أو إن كان عواكس شوية ألعاب كده لا أكلنا عنها هذه العناصر المهمة خلينا نعرفها هننخش فيها يعني زي أعمل صورة يعني زي أخلي صورة تفوز بمسابقة مثل ما الصور اللي اتبعت اللي فازت المسابقات كثيرة بس هو يعني أولا أنت لازم في معطيات أنت عايز تصور إيه نعم ينفعش تصور وخلص آه لازم يكون عندك فكرة آه طبعا لازم 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 شاء الله فكرة يعني أول محطة الكاميرا كده وإنت حتى مش مكرر تصور إيه في المكان هات توك آه فلازم تتخيل الصورة اللي إنت عايزها بفكر إنت عايز تصور عايز تصور مثلا المسابقة عن التسامح نعم أوكي تعال ناخد ده مثال عندنا الصورة بتاع طب التسامح معنى إيه التسامح معنى إيه في الأديان وفي العرك وفي اللون طب يبقى إيه أنا عايزة أعمل محتوى يبين ده أوكي هتقدمها إزاي يعني هل هتشتغل عليها محتاج مثلا إضاءة محتاج تاخدها من غير إضاءة هتعمل لها نوع إيدت معين بعد ما تاخدها وبالتالي تتصور بشكل ممكن تشوفه على الكاميرا مش مناسب بس ما تخش مرحلة الإيدت عشان توصل لشيء فني مثلا يعني لازم نعمل لها إيدت مش كل الصور نحن نشوفها كمال تقطب في الكاميرا لو أنت مكرر ممكن حالة فنية حالة فنية بتحتاج إيدت مثلا مش إيدت إصلاح قد ما هو بيدي لك مود بالألوان ربما يعني المود الحالة الألوان التكنيك مثلا اللي أنت عايزه خبالك يعني فيه ناس كثيرة بتعيب على الإيدت أنا أنا أقول سكول يعني بشتغل من غير إيدت وبعمل إيدت للحاجة المحتاجات مفضل كله يحصل الفكرة لازم شغل عليها جدا لازم تكون مبداعا لازم تكون جديدة الناس أخذت تشوف صور يعني فيه ناس بتخش تقلت صور لمصورين معروفين مصورين عالميين مثلا لأ أنت إرمي كل ده من دماغك وتعال أنت اقتيب جديد يعني ما تطلعش صورة زي ما بتشوفها على الجوجل نعم صحيح دور على حاجة المبداعة والكرياتي هي دي اللي بدور عليها الناس في مسابقات هي دي اللي بدور عليها الناس أصلا لما يشوفها يقول لك واو دي صورة نكحة واو ده أنا أشتري الصورة دي إيه ده إحنا ما شفناش مرنا مئة مرة على مثلا برج خليفة وما شفناش صورة بالمنزر دي أو أخذ أنجل مثلا معينة زاوية معينة تلع فوق حتة يعني لازم تدور على الحاجة برضو عنصر ما شفتهوش قبل كده في الصورة يعني كل دي كلها مجموعة عناصر بتتودي الصورة نك صحيح هي الصورة أساسا بتختصر ألاف الكلمات صحيح والصورة نحنا اللي منصورها مثل ما قلت أنت حضرتك يعني بدي يكون في عنا هيك إحساس لنقدر نحنا نصور صورة توصل لكل العالم طب أنت هون وقت عم بتصور صورة وتحطهم بمعارض يعني أنت بيكون في عندك إحساس معين بدك توصلوا من خلال هالصورة يمكن عم بتصور أشخاص أو عم بتصور بيوت يمكن منازل أو أي شيء فهون أنت كيف عم تقدر توصل هيدا الإحساس للي عم بيشوف يعني يمكن أنت هالصورة حسات أنه من خلالها أمور معينة يلي عم بيشوفها للصورة عم بيشوف أشياء تانية كيف بتخليه يوصل هيدا الإحساس بوسي هي الصورة علاقة بين أو أي فن علاقة بين يصنع الفن والمتلقي فدي علاقة لازم يعني إيه زي بيقوله بتتجرب فدي لو حتجربها الحمد لله من بداية شغله فأصبح عندي متلقي واخد على شغلي واخد بالك خلاص وصلت أن أنا إحساسي بالعمل أو إحساسي الصادق بالفكرة اللي عايز أقدمها الحمد لله بيوصل لما بيشتغل بإخلاص فيه فأكرر برضو من منطلق أن أنا أعمل حاجة مختلفة سواء كان من أي بلاد بسافر بتعايش مع الحضرات والثقافات بتاعتها وبعدين مثلا أوريها في معرض أو حاجة زي مثلا آخر معرض كان عن الأبواب عندي أبواب من جميع أنحاء العالم كده وعملت المعرض أجنحة تونس إيطاليا لندن تركيا دبي دبي على فكرة كانت أول سورة فازت بموضوع الأبواب كانت في 2015 في لندن أخذ جازتين كانت أبواب من دبي شندغة أعتقد من كم يوم أيضا عملوا على مدينة أو حي شندغة في دبي الأبواب التراثية والتاريخية القديمة سنة عملت ده قبلهم بقى 2015 أحكي لنا أكثر يعني عن بداياتك كنت قلت أن أنت مهندس ميكانيكي صحيح كيف تحولت إلى مصور محترك به هذا الشكل أحكي لنا عن أبرز المعارض اللي شاركت فيها والموضوعات والجوائز اللي حصلت عليها العالمية بالأخص لا أختصر أشتغلت حكسير قوي بشكل محتصر أوكي 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 أريد ذ dyبط Gina قد أتجروت ليس بأكد نهم ويزن من كل شيء هي مستجابة ويبدأ تسوير سنة 2009 يعني كان نجاح والحمد لله كان هناك نجاح جيد بعد أن نفتني موضوع في العمل تعلم و تعمل معرض و الناس يستلهمون بصورتك يقتنوها و يحطوها في البيت كل ما يشفوها هذا موضوع جيد جدا فإذا أقدم في معرض برا أول معرض شاركت فيه كان في إيطاليا في 2010 في كيانشانو بينالي في كيانشانو آرت ميزيين كان أمر أطلع خالص في المعرض والحمد لله يعني تارب مني كمان أهم محاضرة هناك وبعدها تولت بقى يعني تولت أوروبا والمشاركات تلغاية 2015 و كان دي في لندن على لندن بينالي على شرف الملكة والله يمكننا حتى من الاستعراض اللي عرضناه على المشاهدين للجواز اللي حضرتك يمكن حصلت عليها والمعارض اللي شاركت بيها ولا أي مرحلة وصلت يعني بحيث صار يتم وصفك بالمصور المصري العالمي نشرف وصلنا إلى ختم هذه الفطرة خالد أبو الدهب نشكر توجدك معنا في هذا الصباح نتمنى لك التوفيق ورح نتابع طبعا مع عرضك القادمة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك